اشتركوا في القناة كاف استرجاعوا اراضي الدولة الفلاحية فرض للقانون وفتح فرص ارحب للتشغيل والاستثمار مدنين بحث في سبل ترسيخ علاقة جديدة بين الامن والشباب قوى مهاثقة وتعاون مرحبا مجددا ارتفاع حالات الإصابة بالالتهاب الفيروسي الكابيدي صنف آخر لسنة سبع عشرة والفين في صفوف تلميذ المدارس الريفية بالقسرين ارتفاع الحالات يعود إلى غياب ظروف السلامة الصحية والمياه الصالحة للشربة وضع صحي متردي يدق معه نقوص الخطر بالمؤسسات التربوية ما يستوجب حلولا عاجلة ثلاثمائة وسبعون حالة إصابة بالالتهاب الكابيدي صنف آخر لسنة سبع عشرة والفين بولاية القسرين ستون بالمئة منها في صفوف التلامذة خاصة بالمدارس الريفية التي تفتقر أغلبها إلى المياه الصريحة للشربة وتغيب عنها ظروف السلامة الصحية نقصها ماء وممكنوا دخلوا طوالية معناش بشنا نقصلوا حالتهم إنو نشبوا من البسين ومصخ وكل شيء جيبوا في الدبابيز من الدار نعبوا فيها بالماء ومشوا صارح للشرب حبوا نحما تعمل صحة جيدة والوقاية من الأمرأة بقيت أكثر من دارس الريفية نعانوا من نقص في الماء صارح للشرب كيفاش تلميذ معناها يوكل اللومجة المتيع وما غير ماء الثلاثة أولا يلتجوا ويجيبوا فيه الباب الزماء الله أعلم بهم معناها الماء هدايا وشنو المصادر المتيعوا من المواجد والمستنقعات نال نطالب به ونأكد عليه لابد من التلقيح نوفره المرلولة للتلقيح طالما ما ما ثمش تلقيح للصغيرة ذوكم طالما المرض موجود في الأثناء نظمت وزارة التربية بالشراكة مع وزارة الصحة يوما دراسي لبحث أسبابه وعوارض هذا الفيروس البداية من السنة الدراسية الأولى كتثقيف صحي كمعالقات تحسيسية في النظافة في توفير الماء الصالح للشراب في دورة المياه يلزمها هذا الكنذيفة ويلزمها بالعدد الكافي باش نتجنبوا انتشار هذا الوباء خطر هو الوقاية كما نقولها الوقاية خير من العلاج وزارة التربية تعتمد على دورها التربوي التحسيسي للوقاية من العوابل المؤدية إلى هذا المرض ثم ما هي النصايح التي يقدموها إلى الأولياء وإلى التلاميذ عند ظهور بعض العلامات التي تدل على وجود البرض هدايا ارتفع عدد المصابين بالإلتهاب الكبد صنف آمن مائة وثلاث عشرة حالة خلال سنة ست عشرة والفين إلى ثلاثمائة وسبعين حالة خلال سنة سبع عشرة والفين ما يستدعي تدخلا عاجلا وتحسين البنية التحتية بالمدارس وتوفير مياه الشرب وتوفير الطلاق اللازمة في لحينا تم اليوم استرجاع وأرضنا في لحية على ملك الدولة بمنطقة الزعفران من ولاية الكافة ليصل بذلك مجموع الأراضي المسترجعة خلال الفترة الماضية في هذه الولاية إلى أكثر من ثمانين هكتارا أكثر من سبع هكتارات من الأراضي الفلاحية بمنطقة الزعفران من ولاية الكافة تم اليوم استرجاعها بالقوة العامة وبحضور عدد من الهياكل والمؤسسات ذات العلاقة هذه الأرض التي تم استرجاعها تم وضعها على ذمة ديوان الأراضي الدولية في انتظار تمكين أحد الفلاحين الشبان من استغلالها نحن في عماد السعفران اللي هي تابعة مع تمديد الكاف شرقية اللي هي تابعة حوالي 15 كيلومات عمدينة الكاف نحن معناها التوى ومنزلنا كمالنا التنفيذ قراص قد حق فالأحشاب كان متعاقداً مع الدولة بخصوص مقصف فلاحي دولي مهيكل يمسح حوالي 7 اكتارات و53 أعضر وذلك نتيجة إخلاله لأحد الشروط التعقدية الأساسية على وهي النشاط والتفرغ الفعلي للعمل الفلاحي بهذا المقصد دورنا اليوم أن نتسلم العقارة الفلاحية هذا اليوم سح حوالي 7 اكتارات و35 أعر نتسلم العقارة ديو وإحنا ملتزمين اليوم باش ناخد موه نتويكة في عملية الحارث الأولية هذه نقول وإحنا حيراثة سطحية ثم بعد ذلك توقع معاودة أولى ومعاودة ثانية وإن شاء الله نستثمرها في الزراعة الكبرى وتبلغ مساحة الأراضي المسترجعة بولاية الكاف 85 هكتار فيما لا تزال حوالي 90 هكتار أخرى تنتظر إصدار الأحكام بشأنها وإعادة تسويغها لفلاحين شبان من أبناء الجهة فيولاية الكاف نحن نسلم معلغة غيرار عديد الولايات معنى عديد الاستيلاءات وإحنا في فترة أخيرة استرجعنا حكاية 85 هكتار ما هوش معناها عمل معناها طيب على خاطر التسعين اللي ما زلتنا إحنا في صدد انتظار معناها صدور أحكام معناها قضائية وتكليف عدل التنفيذ القصد معناها الاسترجاع وتأمل الهياكل المتدخلة أن يتم التعجيل بإصدار الأحكام بشأن بقية الأراضي المستغلة عشوائيا لتسهم في توفير مواطن شغل لعدد من الشبان العطلين عن العمل بهدف التعريف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامن في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتدعياته الإيجابية على منظومة التشغيل نظمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ندوة قطاعية أولى استهدفت إطارات وأعوان الوزارة من أجل الأعداد لاستراتيجية تقوم على نمط جديد يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الداخلية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المجال الفلاحي يعد آلية همة للتشغيل ويكرس التمييز الإيجابي بين الجهات لذا عملت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري منذ فترة على تجسم أهداف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتحسيس به في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى النهوذ بهذا القطاع الحيوي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو مفهوم يضم هيكل الهيكل هي موجودة هيكل شركة التعاونية الخدمات الفلاحية مجامع التنمية وحدة تعاضدية الإنتاج الفلاحي على الأقل هذه الهيكل اللي عندها قانون أساسي موجود وسيري المفعول هي إذن موجودة على أرض الواقع اللي بشيضيف لها أنه ولينا نتحثوا على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إن هي تولي هي تمثل وحدة تولي عندها استراتيجية مشتركة خاطر عندها عوام المشتركة نمط جديد من الاقتصاد سيكون له وفق المختصين الأثر الإيجابي على الفلاحين والصيادين والمرأة الريفية وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الداخلية وسيساهم في دفع الاقتصاد الوطني إهدف هو أولا خلق الثروة وخلق الشغل وهذه التجارب العالمية لكل ورية هذا اثنين هو طريقة أخرى لتسيير الشأن العام المواطن يولي يعمل على نفسه مجموعات يتعمل على أنفسها ما هي شي قلنا الدولة ما تنعادش قادرة والقطع الخاص ما هو فرش بما فيه الكفاية يولي والحاجة الثالثة هو التنمية الجهوية هذا وترتكز استراتيجية وزارة الفلاحة والصيد البحري بشأن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على حث الفلاحين والصيادين على التنظم صلب مؤسسات الاقتصاد التضامني من شركات للخدمات الفلاحية ومجامع تنمية في قطاع الفلاحة مع العمل على النهوض بالفلاحات الصغرى والعائلية عبر مزيد الإحاطة والدعم الإحاطة بالمؤسسات الاقتصادية من خلال النظام البنكي كرافد للقدرة التنافسية وعرض الخدمات البنكية المقدمة لدعم نظام التزهير والامتيازات والحوافذ كانت أبرز ما طرح على طاولة النقاش خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة والصناعة للوسط بمدينة سوسة النظام البنكي رافد للقدرة التنافسية والداعم للتصدير هو عنوان الندوة التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة للوسط وذلك للإحاطة بالمؤسسات الاقتصادية المصدرة بالجهة نعرف العديد من الأليات موجودة طوى في العديد من البنوك لكن ما نعرفه هاش برشا حبينا نعملو كل تقول أنت عرص تقاربي ما بين رجال أعمال الجهة والبنوك في العديد من الخدمات وشارك في هذه الندوة ممثلون عن خمسة بنوك قدموا خلالها الخدمات المزداد لفائدة الشركات لتسهيل عمليات التصدير بالنسبة للبنوك تفرق من البنك إلى آخر معانت حسب الخدمات تقدمها البنك بالنسبة للحرافات في الأفريقيا بصفة عاملة وهي متواجدة في 17 بلد في أفريقيا هذا يعطينا معانت الإمكانية باش نتبعوا الشركات التونسية خصوصا التصديرية في كل أفريقيا فهم امتيازات خاصة في الكميسيون البنكة ونعاونهم على البحث عن شركة على البحث عن أسواق التي ينجموا ويبيعوا فيها على أفريقيا لقاءات بين رجال الأعمال وممثل البنوك للتعارف على الامتيازات والخدمات التي من شأنها الترفيع في حجم المبادلات التجارية نجم نكون همسة الوصل بين حورة فينا والمصدرين في تونس والبنوك الأخرى التي تنتمي لنفس المجموعة ويكون التنسيق على طريق تبيع الوسائل الدفع على طريق الخدمات على طريق الإرشاد على طريق التكوين عملياً كي يتطبق ما تلقاش اللي يقولوا فيها مئة مئة يعني هم يحاولوا أكيد يحاولوا لكن ثم خدمة مازالت تتكون ثم خدمة مازالت تتقدم يعني أكيد أحنا نحتاجونهم خطر واحد كيمشي لإفريقيا ومعندوش يعني مواعيد مسابقة ينجم يمشي وميعمل حد شي لكن كتبدأ أنت حريف للبنكة والبنكة بيدها يكون عندها حريف من نفس البنك هو لما جيه يكون عنده ثقة فيك مسابقة وانتي تعرف معاش كنت تحكي وتعد هذه الندوة فرصة لدعم القدرات التنافسية وتمكين أصحاب المؤسسات بالوسط من ترويج منتوجاتهم بالأسواق الإفريقية بيا هدف تأسيسي لثقافة الحوار بين الأمني والمواطن في ظل وضع أمني غير مستقر يعمل القطب المدني للتنمية المستدامة وحقوق الأنسان بمدنين مع عدد من شركاء على أعداد برنامج متكامل يبحث في سبل ترسيخ علاقة جديدة تدعم العمل الأمني أي سبيل لإرساء علاقة جديدة بين الجهاز الأمني والشباب التونسية في ظل المستجدات التي تعيشها البلاد خاصة بعد الثورة سؤال برنامج ينجزه القطب المدني للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان بمدنين بالشراكة مع تنسيقية نقابة قوات الأمن الداخلي والدوانة التونسية بالجنوب الشرقية ويدعمه المعهد الجمهورية الدولية بتونس الهدف من المشروعنا هو التأسيس لثقافة الحوار ما بين المؤسسة الأمنية وما بين الشباب خاصة في وضع أمني تعيشه بلادنا يتميز بظاهرة الإرهاب ويتميز كذلك باستقطاب شبابنا انتلاقا من توتر العلاقة هذه حبينا نحن نسعه إلى تكوينها العلاقة هذه إلى تطوير العلاقة هذه إلى تحسينها ثم بادرة تعاون مميزة جدا وهي تكوين ما يقارب 15 شاب في مجال الحماية والسلامة وتكون شهادة ممطرف بها نجم تفتح حتى إمكانية للتشغيل للشباب هادومة وتفتح حتى إمكانية أنه يتعرف على مهام الأمنيين والصعوبات اللي يتعرضونها نشوف الجنوب لأنما تشوف الظروف والظرف اللي صار وتشوف اللي قاعد صار خاصة بعد أحداث بين قردان نحن نغيره النظرة بتاع الشباب اتجاه المواصلة الأمنية لأن الشي اللي قاعد صار هو أن الشباب توقتي فيما جفوه فيما خطاعة ما بين المواطن والأمني حالي نحب أن نبنوه على خسيحة ما بين الأمني والمواطن شباب المستهدف من هذا المشروع والمحرك الأساسي لإنجاحه ولبناء هذه العلاقة الجديدة بين الشباب والمؤسسة الأمنية ورجالها يرى في هذا الموضوع وجهة نظر أخرى اليوم لازمنا نقول علاقة بين الأمنيين والمواطن خاصة أننا الشباب أكثر وحديين مستهد فين لانضمام لجامعات الإرهابية المضطرفة لهم لازمنا الحوار بين الأمنيين والمواطن يعزل الثقة بناتهم الشاب يحب معانا حرية لازم تكون بأكيد حرية مقيدة بأن يصير مسؤولة لكن الشاب يحب حريته يحب يمارس حقوقها ومع ذلك يبقى الهدف المشترك بين الجميع هو بناء حوارا بناء ومسؤول يفضل تعزيز الثقة بين الطرفين والتاسيسي لتعاون مثمر بين مختلف الأطراف المتداخلة في موضوعنا أخرى أحداث شعبة لعلوم التربية والتعليم بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بمنطقة الجيش بالمهدية شعبة حديثة تؤمن تكوين المعلمين بالمدارس الإبتدائية هو اختصاص تعليمي يشهد إقبالا من الطلبة لامتيازاته العديد الروبرتاج والتفاصيل هو المقر الجديد للمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالمهدية وتحديدا برجيش والذي يضم شعبة علوم التربية والتعليم هذه الشعبة الحديثة التي تؤمن تخرج الدفعة جديدة من المعلمين هي إجازة التطبيقية في التربية والتعليم حسب التسمية الجديدة المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالمهدية يضم أو يحتضن هذه الإجازة لتكوين أساتذة المدارس الإبتدائية تقد استيعاب المعهد 500 طالب كل سنة طويلة حد الآن عنا تقريبا ألف طالب بين السنة أولى والسنة الثانية مدى الدراسة الثلاث سنوات تخلى لها طربوسات ميدانية يتخرج برطبة أستاذ مرحلة ابتدائية وهناك وعد صريح من وزارة التربية بالانتداب المباشر وتعد المهدية واحدة من بين ست ولايات تونسية تؤمن تدريس هذه الشعبة التي تشهد أقبلا كبيرا من قبل الطلبة ولهم مبرراتهم لهذا الاختيار سمعت لها حاجة جديدة وحاجة بشيكون بيها للصغار نهار آخر بما أنه نحن تكوين بشيكون بيها برشة عبادة تخمم إنها هي بش تمشي تقرأ تخوزون وبينصين كون بش تضيع حياتها في برشة وقت دونك لازمتها تستغل الفرصة هذه الخدمة مضمونة وثاني حاجة فما أكيد رغبة في الشعبة هذه ككل ورغبة في التدريس أنا كنت حاطة في بيلي بش نخو مدسين ضنطير وما لحقنش الموام تهي كنت ثاني اختيار لي رعنا برشة البطالة وكثرة الشعب وكل ولد الناس الكل تلوج على الطريق الأسهل وفما أكيد هذا ما يمنعش اللي فهمشكون جايين وعنده الفكرة معناها بش يصلح التعليم عدم استكمال القصة الثاني من بناء المقر الجديد وتواصل غلق المطعم الجامعي من بين الإشكاليات التي تواجه الطلبة من أهم الإشكاليات في الجامعة هذه أنه نقرأ في الفاك هذه والفاك جديدة ماذا بينا معناتها فاك بركة نقرأ فيها نحن نقرأ في كل شيء بالفرنسي مثلا البيولوجي نحن يخذ بركة حويج نقرأ فيها زيدة معنش في الشنقريوة وزيد في الشنقريوة بالعربي مشكلة الرسطور عادنا تهي جمعتين نقرأ تحبوا الصلاحة أن تعبنا من غير الرسطور وفي انتظار حلول لهذه النقائص أمل الجميع أن تكون شعبة التعليم والتربية محظنة جديدة وناجعة لمربي المستقبل يعد المعهد ثانوي فرحات حشاد بيجابس من المؤسسات التي تم تصنيفها ضمن طراث الجهة وأمام تقادم البناية واهتراء بنيتها الأساسية تعذر إجراء وصلاحات بالمعهد باعتباره معلما تراثيا ما بات يهدد سلامة التلاميذ تعد البناية التي تاوي معت فرحات حشاد بيجابس من أقدم المباني الموجودة بالجهة هذه البناية التي احتضنت مختلف المستويات التعليمية تقادمت بنيتها الأساسية بشكل ملحوظة مما تسبب في العديد من الإشكاليات هو من أقدم المعهد في جابس نعرف أنه انطلق في جانب التدريس يعني عام 28 تسعمائة والف ومر بمراحل عديدة يعني معروف هو في وسط البلاد ودرس فيه أجيال وأجيال تعترضنا العديد من المشاكل خاصة في أن تحول دون أنك بشتمس مثلا الأبواب تويكة اللي هي وضعيتها حريجة جدا يعني التلميذ متقلق مكسر وغير إدارة هذه المؤسسة التعليمية وإطارها التربوي يأملون في تدخل من قبل مصالح التراث يعيدوا لبناية المعهد رونقها ويمكن من المحافظة عليها المشكلة في فصل الشيطاء وأحيانا نقاعات تصب علينا الماء يعني تصب المطر تحول القسم إلى بركتمية الإشكال هو أنه ما عندناش الحق باش نتدخله في هالمعلم هذا بما أنه ينتمي إلى تراث رجاء من لجنة التراث أنهم يشوفون حل في هالمعهد هذه تلمذة ووشتاء ودنيا تبرد ونوافذ مكسرة تراث في بعض الحين عندها سلبيات خلانا نعيشوا في مثلاً في وضعية أقسام مزرية مثلاً أقسام فيها تلمذة تعرض للشمس غياب الواقيات على الأقسام ثم النوافذ أيضاً والشبابيك يعني والبيبين كلها تقريباً يعني في حالة رثة غير قادر المعهد أو حتى المؤسسات يعني الصلاة المختصة في إصلاحها لأنها تدخل تحت منظومة التراث إذن حاولوا قدر الإمكان أن كيفاش نلبك وكيفاش نصلحوا هذه الوضعية المعهد الثانوي فرحة حشاد وبحكم وجوده بوسط مدينة جابس يستقطب أعداد كبيرة من التلميذ إذن هذا ما لدينا من أخبار في هذه النشرة بقية الأخبار تتابعونها ذمن النشرة الثامنة ونذكركم بأبرز العنوين ارتفاع حالات الإصابة بالإلتهاب الكبد سانس آفي صفوف تلميذ المدارس الريفية بالقسرين ما يستوجب قلولاً عاجلة الكافة استرجاع أراضي الدولة الفلاحية فرض للقانون وفتح قرص أرحب للتشغيل والاستثمار مدنينا بحث في سبول ترسيخ علاقة جديدة بين الأمن والشباب قوامها ثقة والتعاون هذا وبإمكانكم مشاهدين متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونسيا تيفي نقطتها ضمطن في رعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة